موسيقى موسيقى ضيفي النهاردة نجم من نجوم مجاله صريح وماشي بمبدأ الجرأة حلوة مفيش كلام فنانين كتاة بقوا على ايده نجوم كبار وافلامه جزء من تاريخ السانمة ضيفي النهاردة المنتج جمال العط موسيقى 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 جاهز وقلبك جمد؟ جداً جداً موسيقى موسيقى ليه؟ لأن تقنيات الأفلام العسكرية وأفلام التاريخية بشكل عام عايزة فلوس كتير قوي ومرطودها ودورة رأس مالها صعبة جدا ترد وبناء عليه دائما جهات حكومية بتعملها وتليزيون مصر بيعملها يعني نادرة ما تلاقي حد زي اللي عمل المنتجي أسيا مثلا ما عملت النصر صلاة الدين ده أكسيبشن كيس وعلى فكرة ما عملته فلست فسيكون تحسينها مفلس نعمل طيب ممكن تعملوا أنتوا يعني مشتركين مثلا مع شركة تانية لا نعملوا مع التوجيه المعنوي شؤون المعنوي هو بقى ممكن لأنهم عندهم قدرات يدوها لنا تسمح لنا أنه نعمل الجزء الدرامي وهم يعملوا الجزء ده وكان فيه كذا مرة مشاريع زي كده بتمتش مش مرة واحدة كتير لما هو في الآخر فيلم طبعا نتمنى نعمله نتمنى لأنه فيه بطولات كتير جدا في التاريخ العسكرية المصرية يعني نفخر بيه كل ما بتبعد حرب 73 كل ما لاجيال اللي زي كنتم ما بتبقاش عارفة إيه اللي حصل بالظبط إلى حد أني نزلت فاهم أن 6 أكتوبر ده كبري طبعا طبيعا اللي حصل في الأواخر ده كان مسلسل لتعاملوا بالأمانة يا أعمال بطولية خالدة الساعة اللي تعملها لأفلام وأفلام وأفلام طيب أنهي مرحلة تاريخية حضرتك تحب تعملها كمنتج أنا كان نفسي أعمل فيلم يعني حضرتك قبل كده عملت حارة اليهود مصبوح إيه بقى الفترة الثانية اللي ممكن تحب تعملها؟ وعملت الشعر الخلفية وعملت وقت الغروب 1800 وإيه وعملت حديث صباح والمساء قديم كل دي مسلسلات بتعمل إيمج وإيمال الشركة كبيرة إنما لو تسأليني لو عايز أقدم فيلم أنا نفسي أعمل فيلم ديني إسلامي يقول إن المرأة حاجة محترمة هو في الإسلام بالتقنيات دلوقتي بالصوت بتاع دلوقتي بالجرافيك بتاع دلوقتي زي أفلام اللي كانت بتتعمل زمان بس بـ 2023 بس برضو للأسف مالوش دورة رسمال إنما أتمنى عمل أتمنى عمل ذكرته حلوة أتمنى عمل بس ده فيه تصريح لحضرتك من فترة قلت إن الأفلام أو المسلسلات الدينية مالهي السوق ما بتتبعش يعني وأنا نفسي أعملها حاجة وإن أنا أعرف أبيع حاجتين أنا نفسي جاهة توكل إلينا إننا نعمل فيلم كده ومسلسل كده ونتمنى أعمله لما ما زلت عندي رأيي إنها مش مالهي السوق ليها سوق ونص بس مالهيش مردود يعني أنا مقدرش أجبه كل الفلوس اللي تصرفت عليه تكلف كتير قوي وهم بيعني أحبه المسلسلات الاجتماعي أكتر وبناء عليه صعب أو إنها تجيب الفلوس تاني مش تكسب بس تجيب فلوس حتى تاني ممكن تغامر وتعمل ده لا أجزب عليك أنا شركة كبيرة صغيرة في الأخر شركة عملت المسلسل لو تنزل دول هاقفل وامشي لما أجي فيه جهات أخرى أكبر مننا بكتير مثلاً إذا الشركة المتحدة إذا تلفزونه المصري زمان زي مثلاً مش هار يقدر هو يعمل مسلسلات زي دي مش مسلسل أكتر المنتج عمتاً بيكون تاجر أكتر ولا عنده عين فنية أكتر الأتنين الأهم الأهم بقى فنان أكتر فنان أكتر فنان أكتر بجيب فلوس بدليل إن أنا عملت مسلسلات وأفلام كنت متأكد إن أنا مش هتجيب فلوس بس تعمل إيمج للشرك بتجيب بعد كده فلوس زي إيه؟ زي مثلاً واحد الغروب زي حديث صبع المسلسل أو المسلسل أنا واثق إنه مش هينجي كماعة الحاجة متولي ونجي حكتر منه نجاح مرأ بس اللي أرحمه نور قال لأ أنا بأتفرج على مسلسلك أنت كان مسلسل عظيمة وبالي بس لحد الوقت بيتزع وتحفى تمام وقت ما تزع بقى كانت النازل بتقول إنته إيه اللي زرده واحد يموت وواحد يعيش كل يوم وكان حاجة غريبة جداً إنما أنا كنت واثق في إن اللي عامله يعني إحنا كصنعينه مفخورين جداً إنه أنا عاملين بالكاتب بتاعه وبنعنا إليه حاجة تدعو للفخر وتعمل إيمة للشركة فبتعمل إيمة للشركة تتحول إيمة دي لإيه؟ لفلوس يبقى الأول تبقى فنان ثم تاج إلا فل بعدها حاضر أوه نرجعه مكان حاضر كان بقى عامله جامد جداً أوه ثلاث من اللغم السؤال رقم أربعة قلت إن كان فيه مشروع للسقة هيقدم شخصية أدريانو ليه المشروع ده توقف؟ أنا هقول لك يعني من أوجة نظر أنا إحنا بنعاني دلوقتي الشابة أيام عملنا الصيد في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام الوقت اللي عملنا فيه أنا ومتعة محمد صعيدي وهمام والأفلام دي كان الجيل العظيم بتاع محمود عبد العزيز اللي أرحمه نور الشريفة اللي أرحمه والجيل العظيم ده ومحمود ياسينا كل الأجيال العظيمة دي كانت كبرت شوية وكانت سوء محتاج ناس جديدة ابطلنا الموجودين أمارات وحلوين جداً بس ما قدروش 3-4-5 سنفاري شلوا السينما المصرية كلها فده توقيت إن احنا نطلع فيه جيل جديد لأن الساقة دلوقتي وأنا بكلمك مثلاً بصور مسلسل في لبنان وعنده فيلمين 3 ماضيهم وأحمد عزي ما شاء الله نفس الموضوع وكريم عبد عزيز ما شاء الله نفس الموضوع وأحمد حلمي ما شاء الله نفس الموضوع تطوري نطلع الجيل إنت عشان تقول لي أعمل فيلم للساقة هنستنى سنين بقى ليه كل شوية بنسمع ودكتور ميت حتقالي على فكرة لما كان هنا أنتو بتجهزوا دلوقتي جزء تاني من سايدي في الجامعة الأمريكية أنا شخصياً كجمال العدل أنا طبعاً الجهاز مت هتتعمل حاجة أنا معرفهاش بس أنا كجمال أنا متحمس الموضوع أنا متحمس لأدريانو مش متحمس لفايدي؟ لا مش متحمس أنا شايف إنه اكترار للنجاح ننجاحنا زمان ودروا تطلع حاجة جبارة هو النجاح ده كان مذهل نجاح سايدي في الجامعة الأمريكية عشان أنتو صغيرين السينمات كان بتكسر في عفلة عشر الصبح ونكدر ضغط الناس وعمل نقلة في السينما المصرية خلى الناس كلها تعمل سينمات في المولاد ما كانتش موجودة أغلب السينمات اللي كانت قفلة فتحت حظوا بقى كده وعم عامل عبودة على الحدود اللي أرحمه كمان على أوليه الدين وعدين همامه فبقوا معمول السينما الشبابية وعملوا رواج للسينما نعمل في اللحظة اللي أنا بنتكلم فيها دي يعني عشان تجيب مونة زكي تاني وهنيدي والساقة وبتاع زكي تاني مش هارف عامل الساقة فيلم هتعرف تلم كل دول يعملوا فيلم صعيدي واذا هتعملوا هل حيطلع شبه صعيدي اللي نجح وكسر الدينة ده أنا شك أنا شك شخصيا يعني وغير متحمس جمال جازمت هتمتحمس صبعا يعني واللي كانت بالفيلم هو قدرة إنما أدريانو دي شخصية فيلم زي الليمب كده كان في النازل شخصية واحدة خدوه عملوا بقى فيلم أمجموتها في لها وكسر الدينة أنا أتمنى أعمل ده بعد شين سنة بقى فين ده موضوع تاني يعني حضرتك مش بتحب تكرر لا ما حبش طيب أرض النفاق الجزء التاني مالو فيه أرض نفاق جزء التاني؟ لا هينيدي اللي بيعمل أرض النفاق الجزء التاني من غيرك؟ للأسف آه إزيان ده شركة المنتجة للجزء الأولاني حضرتك اللي معاك هقول مكيب مش كده مش كده مش هو الانتاج لا هو فيه حق أدبي وحق آآ حق الأدبي أه الحق الأدبي بتاعنا نحن أه بتاع المخرج يعني سيد سامة عبد عزيز المخرج عمل المسلسل ده وبعد السنة لظروفه بعد ساعة شغل مش فجي محمد جمالي العادل تكمله ليه كده باسمه على المسلسل رامانه ما صورش غير ساعة لأنه هو اللي كون المسلسل هو اللي جاب الأبطال دي هو اللي نقى الدكور هو اللي نقى الملابس هو وجيه ماندول عادل كمل على شغله فمش معنى أنه ماندول صوره بيخراجه ولا معنى أنه تاني مصوروش ما بقلش إخراجه ده اسمه حق أدبي فما يجي هنيدي أو لان هنيدي صاحبي وعشرة عمر واللي غايزني أنه يعني كيبير بقى يعني احنا كم ممكن نعمل كامده هو صغير أقول معلش لا هو دولتي رجل نجم ومهم وكبير وعيب يعمل كده أنا معاقل هو حقه قانون الحقه ما عاتبتوش ما كلمتوهوش لا لا ده كمان غزني أكتر أنه هو نزل صورة فبعدتها له على الوصاب بلتوله إيه ده أنا هنقول بنتكلم أنه هو في النهاية هنعمله فما ردش هلال رد دلوقت ده إيقني أكتر يعني ده رجل يعني مش لطيف أبدا ورأيي كمان إنه مش هينجح نعم مش هينجح؟ آه رأيي إنه مش هينجح وأنا بقول كده ده لأنه لو الحاجة لما تتعامل وتؤسس علىه هو طبعا ينفع ينجح ليه لأنه عبارة عن حبات حبة عشان مشاهدين مفاهمين كان واحد جبان بياخد حبوب الشجاعة فيبقى الشجاعة فلو عمالنا حبات بتاعت حبة كذا حبة ممكن ينجح بس وقتها ولسه سخن وناجح فهماني؟ بعد ست سبع سنين تعمليه وارد إنه إنجح بس الوارد أكتر إنه ما إنجحش شفت فيلمه الأخير؟ للأسف لا مرأة البريمو؟ ده والله ما شفت ولا شفت ولا فيلم موجود في السوق السنة دي يعني سامع لدك وهي سودة نص نص مقارنة بأفلامه شايف إراداته عاملة زي؟ آآ بص الإرادات واجعت نظر منتج بقى آآ آآ الإرادات مش 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 معناه أنه يندي يشطط أنا عارف إنه إراده وحش ده ممكن يبقى نزل في تأويد غلط فيه عاجات كتير جدا بتتحكم في الإراد غير الفيلم والبطل بمعنى إن الليمبي لما نزل أول مرة كان نزل أصاد مافيا وصعب صاحبه وكان فيلم غير مصنف فجاب إرادة أعلى منهم كله ده ظروف سوق ظروف سينما ممكن راجل الموزع بتاع فيلمه يبقى أحسن من بتاع فيلمك أو بقى أحسن من أنه يجاب له سينماات أحسن من تجيب الرد في عوامل كتير جدا بتحكم في رد السينما أنا سامع إن الفيلم مش حلو بس إهندي نفسه لأ إنه إهندي نجم الكوميدي خاص ولوه زوق ولوه طعمه ولوه جمهوره حتى لوحده ومحدش بنفسه أه يعني غالب يقدر يخش فيهم نفسه فاشكس ما حدش بنفسه بس ده رأي يعني بس هو له خصوصية ومفروض الشغل يتعب على نفسه شوية عشان أعمل أفلام أحسن من كده لأنه هو سبب جر جيل كامل وراه ومفروض يبقى يعني إيه يتوفق عن كده بإذن المرض الجيل لسه عنده ليقدمه وراه طبعا 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 ما فيش فنان ما عندهش لا يمكن بس هو بعد ساعات الناس بتستسل أكتر آآ مسلا مسمعش غير دماغها يعني هو أما ينتج لنفسه أنا شايف ده فقط جزء مقدم نظر إن أنا تقول لأ تشتغلاش معادي من زمان المندج مش مجرد ممول المندج قلوه وجهة نظر فأنا عايز أقدم ينيدي كازا زيه مسلا بشغل أنا ونيلي أو أنا ويسرة أقدم يسرة زي السنة دي مع معايا بقى لها عشرين سنة ما شاء الله إيه ونجح على طول إنما حقدمها ازاي ده دماغ ودماغها بطول ما تيجي نعمل كازا يا جمال فأوليها كازا في متعة العادل يقول لي كازا فممكن حد من ولادي أو ولاد محمد وده في الآخر الجروب عشان نعمل حاجة إنما جازا ما تبقى أنت اللي بتنتجي وانت اللي بتمثلي وانت اللي كازا عادة بيبقى التوفيق وليها لشوالي أنا بيبقى دماغ واحدة اللي بتعمل الموضوع اللفة لبعدها أنا مش فرق معايا ازاي ولا لغم ولا لغم شفت إيه ده؟ ده إيه يعني في صراحة أجبها لك هنا أهو أنت عايز لغم؟ أهو جبالك أهو ثالث بوكسيار حلوة أنا حبيت الموضوع ده أنا الوحيد اللي أجيب لك أي لغم حصل قبل كده ممثل يبدأ معاك ويوصل للنجومية وبعدها يحط الشروط للشغل معاك لا طبعا مش هيك اسمها شروط محدش اتشرط عليك خالب؟ لا 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 وإذا الشرط مش هنشتغل ببساطة شديدة بص هي مش خناقة هي أنت واسخ أن أنا شركة إنتاج بفهم وأنا واسخ أن أنت راجل بطل نجم بتفهم ومفروض نتباحس ونرغي ونه أو تعاون أكتر وبعدها لو مع أنا مخرج مهم زي فلاء أو كاتب مهم زي متحط أو حيط حامد أو نحد كل دي أراء لابد أنها تتحط في الحسابات مع أنا مثلا مخرج شاب صغير أو مؤلف شاب صغير قالوا رأي بردو بس ما هوش برأي بقى الناس اللي هم عواجيز شوية زي أنا بالزبط كده فالترجة الشرط دي كلمة صعبة ليس عواجيز اسمهم أهل الخبرة ماشي أخذ سميها أهل الخبرة نعم مصعبة أو أنها نقبل أصلا لفظ نفسه يعني بلاش يتشرط ممكن يكون مثلا بيطلب طلبات فوق طاق طاق انت كمنتج بص يا صديقتي الشغلة دي لا أعراف أهم من القانون فإيه أنا ماشينا على العور في الغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها دي أنا عندي المخرج رب العمل نرغي قبل التصوير الغاية لما دخلنا التصوير المخرج بس صغير اللي أنا جاب أول مرة ده هو ده اللي هيسوق الحكاية كلها وتحضرني دلوقت هو يعني حكاية أنا بعمل مسلسل سيدنا السيد كنت جايب أستاذ إسلام خيري وكان أول مرة يخرجوها نفسه بقولها في كل حد ما دخلت إليته بزعلان من الأستاذ جمال سليمان بزعلان ليه جمال سليمان له وجهة نظر في المشهد وهو له وجهة نظر تاني جمال سليمان بالشكلة هتبارنوا الراجل يا رجل ممثل مهم معنا مستوى الوطن العربي وهنجح ونكسر الدنيا وده شاب صغير يعني هتقول لا 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 رجبين الراجل ده يخرج يبقى احنا كلنا معاه هتقول له اختراعك هتقال لي وجهة نظر هتقول له لفن كل وجهة نظر هتقول لي اختراعك عجب ويعملوا ما عجبوش مش هيعملوا أنا معاه اقول له حضرتك على حاجة أنا فاضل عندي سؤالين وفاضل عندي بوكسين نفتح البوكسات على طول ولا اللف؟ لا نفتح البوكسات على طول طب يلا بينا يلا أول بوكس يا سلام قلب الأسد شوفك ضرقة اههههههههههههههههههه، ما عظم المنتجيين والنجوم دلوقتي هم أهم الأول إتوزيح خارج مصر مبيقادش سوء بيكسر لا مش كده بالزبط قمل あهيه بقى عظمت فيلم صعيدي أن هو خلى إراضي السين ما من داخل مصر اللي لو جدت تسمعه في البرامج وانتوا غيرين لما جوم يعملوا الكارنك فمسلاً الموزع قال لك الراجل اللي السود ده يبوس سعاد حسني على أحمد زاكي فمارداش يجيبه وجب نور الشريف ده كان سيدة الموزع الخارجي اللي هو بتحكم في سوق السينما فلما حصل إن صعيدي بقى وهمام والنظر إيراد بقى من مصر فبقى إيه نحن اللي بنتحكم في السوق دلوقتي سوق الخليج فتح بقى مهم جداً سوق السعودية سوق جبار فيه ما شاء الله ده السينما تكتر من موجودة في مصر وعندهم شعب كامل 35 مليون فيه ربقية الخليج فبقى بمثلوا قيمة مهمة جداً كمان لو رافض من رافض الفيلم يعني لابد يتحط في الحسابات وفي الحسابات كويس كمان يعني هو مهم جداً بس ده مش معناه أن راد مصر مش مهم بمناسبة السينما ممكن قريب قوي نلاقي المنصات الناس كلها بتتفرج عليها ممتروحش السينما أصلاً لا مستحيل أنا رأيي أن السينما ده عالم مصحور عالم خاص بيه أن أنت تلبسي وتنزيلي وتاخدي جوزك أو ولادك أو مش هارف صحبتك تروه السينما وتشوفه لا ده موضوع له خروجة هي خروجة على بعض زي زي ما ينزل؟ نحن عندنا جزء فقدناه سينماة الإحياء سينما سوري في العباسية وسينما الأمير في الشوبرة دي كانت أهل الحي بروح يتفرجوا على الفيلم بعد ما ينزل أسبوعه وعد مثلاً في سينما ريفلو تلاقيه موجود في سينما الدرجة الثانية فقدنا إحنا السينما دي ما أعتقدش أننا نفقد السينما بشكل عام لأنها بتتطور في العالم كله وعلى سبيل المثال بأضبار جبت السوق السعودي يعني فيديو لاتفوق الخمسمائة شاشة يتعرضوا بعملوا كمان يجي ألف شاشة أكيد بدراسات يعني البوكس الأخير خلينا هنا طول الحلقة لسه عندنا فقرات كتير أو بسم الله الرحمن الرحيم بص الكاميرا وقل لشخص تختاره سمحنا أنا زعلتك وجيت عليك الفترة اللي فات ما فيش حد أنا بطبيعة العادية لو زعلت حد أحب جداً جداً أعتذر له من غير البرنامج يعني الوحيدة اللي أنا زعلتها الفترة اللي فاتت بزعل غير مقصود كانت يسرة لأن دي يعني يسرة دي هاتيها على جنب ومصر كلها على جنب وليه زعلت؟ لأن أنا في هذا الحوارات قلت أن مسلسل يسرة ما عجبنيش وأدباً مني أنا بقول مسلسل يسرة ومسلسل ليه لبسوها مسلسل عدل جروب يعني أنا مسؤول عنه أكتر من يسرة ودبالك ويسرة نفسها ما كنتش مسؤول عن الداحك اللي اتعامل أنا أتكلم على طريق داك يعني لما يسرة دي أهم شخص في تاريخ العدل جروب وعلاقة إنسانية أهم بكتير من الشغل فأنا لو كنت زعلتها ناسف جداً بس أنا مقصودش أزعل يعني إلا يسرة كل الناس تزعل إلا يسرة وأنا ما بزعلش حد أصلاً بحزعل يسرة مستحيل مستحيل بجد يعني يعطى بشغلة من غير شغلة العلاقة الإنسانية اللي بيني وبيني يسرة تتعدى أي حاجة تخص الشغل قد شغلة عشرين مرة يعني مش عايز أقول رقم السنين عشان الناس ما تطرش علينا خلصنا أول فقرة معينا وبعد الفاصل نكمل حلقاتنا اتفضل يلا مين الفنان المصري اللي تعتبره رهان كسبان طول الوقت؟ أعلى أجر دلوقتي لفنانين لمن قلت إن عبلة كامل مش هتمثل تاني معلومة ولا توقع؟ كان فينا أم مايا كده بتقول إن فيه مشروع قريب مع الجميل يحيا الفخران الحياة فيها ناس بتستحي وناس وشها مكشوف والفكرة دي حضرتك وش كسوف وش معاك وش كسوف من غير كسوف مين الفنان المصري اللي تعتبره رهان كسبان طول الوقت؟ كريمة عبد العزيز ما شمعنا؟ ما شاء الله رجل أمير الأمرة مص الشاطر محترم مؤدب ما عندوش شطط ما عندوش بنقي حاجته مهزب مع كل الناس طبعا ما ربيه نوحنا ما هو صغير يعني فأنا حافظهم زين والساقة وكلهم بس أنا بشوف إن هو أنضج وألطف وعد في كل جيله رغم إن أنا بشغلناش مع بعض أخلص على فكرة خالص أفكرتش؟ أتمنى بس يعني ما حصلش نصيب أنا بحبه جدا ما سوى الفني والإنساني كل حاجة إنسان ملتزم قبل منضبط جدا محترم متواضع مش تمثيل أنا بتفرج عليه كتير وبقابله واشوفه بتسلم الناس في ناس بتتواضع تمثيلا متواضع ده هو بحقيقة وحقيق جدا في كل حاجة في ناس خبيثة كده بتقول العدل جروب عمتا يعني مش عارفة تتعاون مع الكريم عبدالعزيز عشان أجره عليه شوارك لا لا ما فيش اسمك كده خالص على فكرة أكبر نجم في الدنيا بياخد أجر بجيبه وبياخد أجر ليه كبير لأنه بيجيبه يعني عدل إمام فعزي الله يدينه الصحة والعافية يا رب ما كان بياخد أعلى أجر وهو موجود أهو الكريم عبدالعزيز أيا كان هو بياخد الأجر ده ليه عشان بعرف يجيبه وتكسبه من وراء كمان بالعكس على فكرة كل ما يبقى معاك النجم مهم كل ما تشتغلي في التسويق زي هسرة مثلا وأسوأها وأباعها وأكسب منها وكسبها كل عاجة يبقى الصعوبة في حد تاني كل ما يبقى النجم كبير فهياريت ياخد اللي ياخده بس هيك أعلى أجر دلوقتي لفنانين لمين معرفش طبعا كل الناس بس أنا متصور أنه يبقى كريم عبدالعزيز أعلى أجر كريم عبدالعزيز أنا أتصور وأعلى إراد كريم عبدالعزيز درامو سينيما؟ أه أعتقد ومش بقى الرجالة بس أتات يسرة طبعا أتيها على جنب نيلي مونة زكي يسرة دي الوحدة على جنب أيها العاشرة اللي بنا كلنا عارفين اللي هي ليها مكانة خاصة لا 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 هي عادل إمام الستات هي بتنجح بلها ما شاء الله كتير قوي هي خلصت على أجيال وعدت ورجبت أجيال تاني وعدت فما شاء الله لا 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 من غير كسوف قلت إن عبلة كامل مش هتمثل تاني معلومة ولا توقع؟ يعني توقع أقرب للمعلومة توقع أقرب أقرب للمعلومة كمان هي برضو تعتبر كا بتسلمها؟ فيه توقع؟ لا للأسف فعزي ما كنا أولئي أنا أنا أخوات مصحاب جدا فوق الوصف وبقالها فترة طويلة جدا بطلت زي أنا جاءت مرة الشركة سلمت علي وما قلت ليش ولا كلمة بس أنا استشارت أنا مش هتمثل تاني وأقسم بالله ما قلت لي حاجة خلاص هم بعدها ما مسهلتش خالص إيه تجد لك الشرك؟ كذا سنة إخواتي يعني إخواتك كانها زي ما نقال أختي خلاص بس هي فعزي ما كنا بقى من نمثل مع بعض العندليب أو راية وسكينة أو كذا في المسلسل عملناهم سوا صعبة جدا تقريبت كلمة في تلفون برضو ترد يعني اللي هي في دولة دي مش جديد ليه؟ هي دي طبعية وتشغال عندها ناس في البيت تحس إنها برضو على الله كده لا بنت مدام عبلة موجودة لو ردت ما عرفش يا ما بقى شوف يعني ده الوضع يعني في عزي ما كان بتمثل معانا صعب الحصول على العبلة كامل مش حال بقى واي ما بتمثلش أكيد أصعب وأصعب يعني مش عارفين تليفونها عنوانها لا لا كل ناس معها تليفونها مش هتردها العدل وتليفون مبهيلة من يوم ما اشتريته ما بتفتحهوش تفتحه وتعمل نمر وتفل هي دي طبعية اللي أنا عرف عليه إنما هي قالت مش هتمثل ما قالتش قالت إنها فيها حاجة ما قالتش إنما هي أنزود في هدوء ورائع وفي نبل كده وامت وقتها جام هي طول عمرها جميلة مفيش أجمل منها كما مساء لها لها خصوصية جدا حتى ما انسحبت أنا معتبارها انسحبت لأنا ما قدتش موجودة انسحبت في نبل يعني أنا بحب فيها إن هي اتحجبت مهنتش الفن ولا الفن لا لا خالص بتمثل مهنتش حد انسحبت في هدوء لا جدا مش مثلا بنسمع إن لأ أصد الفن حرام فأنا حرجع الفن لأ أصد الفن مش حرام فأنا حرجع الفن وعلى فكرة آخر أربعة خمس من أستاذة عملتهم محجبة صح؟ وقابت أقولهم صعيدي قصد عشان تبقى محجبة ومع هذا عمرها مقاتل فن حرام ولا قالت طيب العكس يا فنانة خاصة جدا ما فيش شابة عبلة كامل لأنا عبلة كامل من غير كسوف أنا كسفشي الفترة اللي فاتت انتشرت يعني قايمة بأجور الفنانين والمبدعين أشعى؟ غير صحيح قبل مش ولا لا 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 بص بقى أقول لك أنا مش عارب إن مصلحة مين أنا شخصيا لغاية اللحظة دي مش عارب إن مصلحة مين إن يقوله مثلا فلانا فلانا بيأخذ 40 مليون و30 مليون قرر ليكو كمنتجين كمان قرر للشغلة أنا كلها في حين إن أنا عايز أقول للجمهور إن في ممثلين رائعين مش لين يأكلوا ما بي مش عارف يا رب ابنه بيأخذ فلوس زهيدة جدا ولمشكلة الفنانين إن الفن كل فنان مشروع قايم بذاته هو اللي بيدير نفسه وقال يا جزء أنا عارف أدير نفسي بس انت بتعرفش يديري نفسك وبالتالي ما تشتغليش وانت جهاز مهوب أكتر مني فما تشتغليش فيه اللي بيأخدوا أجور كتير هدول ما طلعوش ما نساك خمس ستة مفار بس فيه مئات مش ليني يأكلوا الممثلين لازي كون الجمهور مش حيصدقني أقسم بالله عندنا ناس ما لقيتاكم فإنما الأجور بها دي أولا دي مبالغ فيه مفيش حد يقدر يقايم الفنان غير قانون العرض والطلب مفيش غيره ده الفنان والمخرج والكاتب كل دول فنانين أيوة كل دول فنانين لا أنا كانوا عايزين يعملوا كده في الاتحاد المنتجيين اللي أنا فيه ومجوم يعملوها الناس حطت قوائم مضروبة يعني مثلا ممكن يبقى من دو ابني مثلا أنت زعلانة منه فحطت لي مثلا في البي أو في السي أنا اللي بكتب يقامع حطه في الاي كلها دي أنا حطه أقوائم كده غريبة بجور غريبة بس دي مش حقيقية خالص وبلاس بقى الناس اللي بيأخد فلوس كتير أو دول والله ما حقيقية اللي بقول لأجي أخد 40 مليون و 30 مليون والله ما حقيقية أعلى أجر نجمة أو نجم في مصر يوصل لرقم كم؟ ما قدرش أقول لسبب بسيط عشان النجم ومش بس عشان النجم إلا حسيستفيدوا المشاهد أن يعرف أن الفيلم بيأخد في الفيلم كذا غير أنه جايز يزعل منه جدا من غير ما نقول اسم نجمنا بصي بس أنا وجهة نظر أنا يعني مافروض نتباهى بالنجم دول مافروض إحنا كمصر نتباهى أن أنا عندنا يسر وعندنا الفخراني وكان عندنا نور وعادي الإمام طبعا ربنا دي له الصحة نتباهى بمونة زكي ونتباهى بني اللي كريم نتباهى بيهم لأن دول مش موجودين غير في مصر وحيفضل كده مصر بإذن الله طول العمر عاملة كده ليه بقى لخلي ناس كراهم ليه تبقى حضرتك مهندسة مثلا أو دكتورة أو أنا دكتور ومسافر بلد خليجي الشغل عشرين سنة فأنتي تقولي خدنا الفلوس دي في فيلم فضروتك تكرين ليه مالوش أيا ما صاحب خلينا نقول القعدة الراجل النجم اللي بيأخد فلوس كتير أو النجم بتأخد فلوس كتير بتكسب المنتج عشان تاخدهم بتكسب مش كده مطل الكريم مش قادر تتعجره بالعكس يا ريتي يرضى لأنه هو ما شاء الله بيأخد فلوس كتير بس ما شاء الله بيجيب فلوس كتير كان فينا أم مية كده بتقول إن فيك مشروع قريب مع الجميل يحيى الفخران ده حقيقي ده حقيقي ايه بقى عندنا مشروع له في رمضان اللي جايزة في رمضان اللي جاي بإذن الله وعودة حميدة كمان للأسوات الكبير المخرج مجدى بعميرة الله او جمانة مراد ونجلاب ده عمليين مشروع جده لطيف لأن في السفيل عادل جروب بايخة وإن بايش معناها الفخران وأنا أصحاب بقالنا عمر طويل وكان بنا مشاريع ما تماتش فأنتمنى المشروع ده هيتم فقالله يا قصر الده يا رب بإذن الله من غير كسوف إرادات فيلم عزيرو من أقل إرادات محمد رمضان في السينما صحيح ليه؟ لأن محمد رمضان جمهور جمهور العيد يعني فيلم عرل نزل قبليه في العيد الصغير إحنا متعودين محمد رمضان بيكسر الدنيا في أي حد؟ لا تتسأليني وأنا بجاوبك لا عمره ما نزل برا العيد عمره ما نزل برا العيد فأنا حبينا نجرب الفيلم في معاد غير المعاد وهو عمل إرادات كويس جداً على فكرة في الخليج وعمل في مصر إرادات مش كويس وعايز أشرح لك برضو أن فيه عوامل أخرى كثيرة بتتحكم في الإراد مش بس محمد رمضان ولا جودة الفيلم ولا جودة المخرج أو الشركة أو الفيلم بشكل عام فيه أفلام تانية نزلة في السوق فيه موزعين تانيين ممكن يبهو أهم من الموزع اللي معنا خده دور عرضي بتجيب إرادات أحسن يعني مش حولك مثلاً أنه هو جاب إراد عشر هاروش لو كان وزعه أحسن موزع كان جاب متين ممكن يبهو خمستاشر ممكن يبهو عشرين معي؟ فمسلاً فيه ناس يعني فيه عوامل أخرى بتتحكم في الإراد لما محمد رمضان عمره ما عمل فيلم بره العيد ده ما يكفي إنه رد الفعل اللي جاء عن الفيت باك اللي جاء عن الفيلم رائع والناس بتقول لهم أول مرة نشوف محمد رمضان ما نمثل بالطريقة دي الناس كلهم أمسوطة بالفيلم كاز يكون مش فيلم صيف نوعيته من الشبه نوعيت أفلام الصيف اللي في الإزهار لما في الآخر أنا فرحان بيه وتمامي أنا بالنسبة لي راضيين يعني يعني عودة للعدل جروب في السينما أنا بستاني راضيان يعني هتكرروا التجربة تاني قريب؟ نعم جداً عندي أكتر من فيلم بعمله خلصنا فقرتنا وبعد الفاصل نكمل حلقتنا يلا حاسس إن انت ما بتاخدش حقك تنجاح أعمالك مين المنتج الجمال العدل بيقلق منه قوي لما يكون نازل قصاده هندي صبري الفترة الأخيرة بدأت تنتج لنفسها هل ده أحسن ولا أحسن لها لها تركز أكتر في التمثيل مين المنتج الجمال العدل بيقر دايماً بيقولوا إن اللي شايف غير اللي سما في الفاكرة هذه الكلام عليك أوي الكلام عليك هعرض لك شوية أخبار واسألك عليها أسئلة يلا أول خبر معنا جمال العدل المنتج مظلوم إعلامياً وجماهرياً في مصر ده صحيح حاسس أن أنت ما بتاخدش حقك تنجاح أعمالك لا مش أنا بس أنا بتكلم عن المنتج بشكل عام مش جمال العدل العكس أنا من المنتجين اللي الناس عارفينهم والناس يعني عارفين أن أنا عملت عاجات كويسة المنتج عند الجمهور هم مفاهمين أن نقل مع الفلوس ده مش صحيح المنتج جزء منه أن يبقى عنده فلوس لما الأهم منه أن يبقى عنده فلوس ويبقى عنده رؤية الانتاج ده قرار هقدم من يحيق الفخران إزاي أو يسرى إزاي أو نيلي إزاي حامل فيلم الرمضان شكله إيه هي دي القرارات الأهم اللي بتدي منتج عن منتج شاطر عنه فما أجي أعمل مثلا مسلسل زي السي مثلا ميت وش قالت ناقد من النقاط من أهم النقاط كتب على المخرج وعلى المؤلف وعلى اللي واللي 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 كل العناصر والمزيكة والديكور وما أجابش سيرتي وأنت طالبه قلتوله يا فلان وأنت يعني مش دانا اللي جاب كل دول عشان اللي طبخي الطبخة دي قال أنا ما قدرش أكتب على المنتج كلام كويس قلتوله ليه قال علشان يعقوله إنك مديني فلوس ما ده قصور عندك وانتو أنا إيه زنب أنا بديك فلوس والعرافة كلها إنما ده منطق الناس فما تيجي انت بقى تصوري للجمهور إن كل اللي يملكه راجل ده شاد فلوس لا فلوس ممكن نجيبها من تمويل من بنك من جماعية أخده منك سلف ده غصة أخرى ده اسمها تمويل الفيلم أو المسلسل إنما إزاي أنا أشتر من اللي جنبي لأنه عندي رؤية عن اللي جنبي عن اللي جنبي اللي هو بينتك برضو أنا شاف مئنة الإنتاج مش جمال العدل هي مظلومة للناس مش فاهمة إيه قيمة الشغلة دي مين المنتج الجمال العدل بيقلق منه قوي لما يكن نازل قصاده أقسم بالله خالص خالص؟ أنا أتمنى بص أقولك أنا أتمنى كل الناس تعمل أفلام ومسلسلاتك وغيرس بس أبقى أحسن منهم لما مش عايزهم ببوضعفة فأنا أبقى شاطر تبقى أنت أحسن مانا؟ آه طبعا أتمنى 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 بأحسن منه أنا أقولك أن الجيل بتاعنا نفسه تقريبا كله بطل أنا ما زلت الوقت تعمل وأشتر من الناس زي محمد فوزي زي صفوة غطاس زي كينج توت زي ناس كتير وكويسين أو ما عرفش رأى فيما يبطلوا يعني السر إيه؟ السر ما عرفش جهاز متوكبوز زيء ومن الموجود ما عرفش ما هي برضو بيجيلك وقت من الوقت التحدي واللي كان موجود ما عادش موجود أنا بخلق لروحي دوافع طول الوقت عشان يطلق موجودين جويدات شاطرين جدا أقل لحاجة بشاطرة زيه أو أشتر منهم إذا أنا حسيت وقت من الوقت أن أنا بتخلف عن كده أحسي بالشغلة دي أحس أن أنا بقى ما بدش تمام إنما المئنة نفسها أمرا فكرت؟ لا لغاية دلوقتي على الأقل لا بالعاكسة أنا أخلص الفيلم أو المسلسل قولي يلا هنعمل إيه؟ أمرا كنت فاكر أن الفيلم ده مش هيجيب إرادات كويسة قوي وأنا هنزله وخلاص ومش فارق معي بس قصر الدنيا وجمع إرادات رهيبة أحصلت معك؟ والعاكس كنت فاكر أنه هو هيعمل إرادات رهيبة ومعمل شخص أتمنى أنه أجيب إرادة على من كده؟ ما جابشي تيجي مثلا تقولي بنعمل المسلسل مثلا زي إيه؟ حديث الصباح والمساء أنا في دلوقتي أنه يعني محسن زايد ونجيبه محفوظ وحاجة في مصر كلها بتمثل فيه وفخور جدا أنه أنا أعمله وما فيش حد يشاهده صحيح دلوقتي هو بقى من الأيقونات الدراما جايز ما كانش أهم يبقى من أهم من خمسة المسلسلات في تاريخ الدراما وما زال جديد جدا بطبيعته لنما وقته عملته كان نفسي ينجح ما نجح شي نجح دلوقتي ميت وشه أنا بنعمله أنا وكامل أبو ذكري تتماغنا أنه حينجح أو لأعلى سعر زينة ونلي كريم خصة الكاتبة متعة العدل رائعة وكل عجب السنة حملت أفلامه تتماغنا أنه يعني الفلفل داي ينجح نجح نجح مزئل نجح مش طبيعي وميت وش نجح نفس النجاح بس أنت الأصل أنت بتعمليه وانت عارف أنك هتنجح مش موال تكون تعملي فيلم أو مسلسل لا أعرف أنه مش هنجح بس نجحه يا فوق الوضع أو مثلا تحت سيطاره أو سجني النساء ترهيب في عاجات كتير كده لما مثلا تقولي لي واحد الغروب أنا بعمله وأنا عمل أسابله مش جماهيري إيه العمل اللي خزلك ثلاثة منه خسران كل حاجة مش قوي كده لما عنديش حاجة خزلتني يعني خزلتني لا بص ما هو أنا محترفين وبرضو عنا ناس دي شغلتنا ومهنتنا وممكن عدرنا دا يعمل مسابه يعني عمل دروب كده بكتش أحسن حاجة يعني مسلسل قديم شوية لنجم الله رحمه مات بس أنا مش هقوله اسمه إيه إنما أنا ما عجبنيش خالص إنه طلع مسلسل باي خواه يعني لدرجة أنا تقريبا ما شفتوش والله العظيم ما شفتوه وأدركت كده من هو بتعمل يعني المخرج اللي جبتو طلع مش زي ما أنا متصور ما أنا رشحوا لي ناس كتير أسره يعني ما طلعش كويس فده بيحصل أنا مش حاطب منك أعرف اسمه في الفاصل أقولك بس قليل ما بيحصل إنما تبعرف أنه حينجا وانجح زيادة ده طبيعي الشبهة بس عندنا نعمل حاجة شطرة تنجح ما بتطلع شطرة وانجح ما طلعش باي زي ما أنا متصور تطلع زيادة عندما أنا متصور بس بتبقى أنا فيها مقاومات النجاح الخبر اللي بعده يلا بيحصل اللي باي لك محمد سعد لو أنتكت دلوقتي فيلم أو مسلسل ليه ينجح؟ بص هو استهلك نفسه شوية زاد عن اللزوم في حاجات بس هو فنان رائع استهلك نفسه إزاي؟ هاقولك استهلك نفسه هو مختفي مش باين كتير لا بالعكسك هنقضي مسلسل سال في فرمضاء ما فيش حد أحسي بإليه أنا هاقولك ما كانش بالنجاح المتوقع لسه كنا بنتكلم السؤال اللي قبل جدا فيه مقاومات للنجاح فهو أحيانا فيه نجم مثلا ياخد أجر عالي فالمندج اللي بيشتغل معاه هيبتدي جيب مخرج مثلا بأجر أوليل أبطال قليلين المدير وكذا بعيدة العناصر يوفر فيها ويطلع عادة النجم واخد فلوس بس مش ناجح النجم بقى الشاطر اللي ممكن يتنزل شعن أجره في السبيل ونيل اللي بتعمل كده على فكرة ويسرى بتعمل كده على فكرة السبيل اللي أنا عارفة بالاخر فيه بجت بنتحرك فيه بتقول لك خد من أجر وقت المقرج الفلاني أو عايزة مدير التصوري في الهوانة طول الوقت تبقى فيه كده لأنه عايزة تكمل وتستمر محمد سعد ممثل مغوب جدا وشاطر جدا بس هو عايز يدار بطريقة ساملوه بيدار بيه اختياراته دمرت حياته زي ما بيقوله أفكر أعمله فيلم والله وهو يستقل يعني يستقل لأنه يمثل شاطر جدا أموما فاكرتي خالصة بس أصعب موقف في الدنيا لما يكون مطلوب منك تختار بين اتنين ها واللاختيارات لدينا في الفاقرة اللي جاية ما بين اتنين مبين اتنين حعرض لك guilt ستختار منهم واحدى والصورة اللي هتختار تبدأ مكملة معاينه أمن السؤاد اللي يعطي يا بينا يا رب ايما تعمل عن حقها محارقة ولا خانس آمينة خليل وياسنين صابري آمينة خليل وياسنين صبري مين فيهم؟ مينة خليل مينة خليل ممثلة أكثر موغوبة أكثر أحب تمثلها أكثر يبقى مينة خليل مكملة معي للي بعده؟ أمينة خليل أمونة زكي؟ مونة زكي يبقى مونة زكي مكملة معي للي بعده؟ نعرف الفقرة دي أخيراً مش لطيفة لا خالص مونة زكي دنيا سامير غانم لو كومي دي دنيا سامير غانم لو مسلسل عادي مونة زكي طبعاً ولو فوزير؟ دنيا سامير غانم طبعاً يبقى دنيا سامير غانم مكملة معي للي بعد؟ لا، ولو فوزير دنيا سامير غانم ولا أمي عمر؟ فوزير دنيا سامير غانم مين أشتر في التمثيل؟ دنيا سامير غانم دنيا سامير غانم مكملة معي للي بعد؟ ده مش معناه للبعين مش رطرين لا، دي وجه النظر منتج بتخيرين يعني دنيا سامير غانم هي الفقرة دي مشاكل لا خط دنيا سامير غانم ولا هند صبري هند صبري هند صبري، من ناحية ايه؟ ممثلة شطرة جدا جدا أشطر من دنيا؟ يعني مش أكتر دي طعم ودي طعم بس يعني لو تخيرين لا هند صبري هند صبري، يبقى هند صبري تمام هند صبري الفترة الأخيرة بدأت تنتج لنفسها هل ده أحسن ولا أحسن لها لها تركز أكتر في التمثيل؟ على حسن بقدراتها يعني فيه ناس أنتجوا عظماء زي نور الشريف أنتجوا طلع مخرجين وطلع وطلع وفيه ناس أنتجوا عشان يعملوا أدوار معينة لا تتحلهم على مستوى السوق نفسها تعمل شخصات معينة في وقتها بتنتج عشان تربح هي في الآخر هي في يوم هند صبري أنا أعتقد أنها بتدور على الأدوار المناسبة لها لأنها ممثلة شطرة فأكيد بتنتج لنفسها عشان تعمل أدوار نفسها تعمل ممكن تعتبر هند صبري أشطر ممثلة جات مصر جات مصر في الجيل الجديد؟ أه أه لما من زمان بقى لا الجيل الحالي الجيل الجديد دلوقتي أه فين عيشة ابن أحمد؟ لا 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 طبعا هند صبري هند صبري طبعا قلوهم شطرين جدا بس هند صبري دي تقيلة يعني أنت كبونتج تهمك النجمة الفاشونيستا ولا النجمة الشطرة؟ الشطرة؟ الشطرة مغير تفكير أهو دي أنا أنا بعموت في نيلي كريم ليه؟ لو مرأة ركبة رموش ولا صارت قط ميكب وبيقولولها عملي تعمل قوم يقوم فيه ومرأة ما كان لها طلبات قتحس إنها ست جاة تشتغل دورها وتمشي ليه تخنقتوا مع بعض الخنان الأخيرة دي؟ أنا ما تخنقناها شغل وقلت مش هعمل نيلي كريم أصلاً ما حصلش أنا عمري ما قلت كده عمري ما قلت كده أم الصعفين قال لك يا معدريتش افتاع الفيلم زعلانة أه قلتهم أنا معلوماتي إنها مسافرة إنها في أمريكا وهي حاجة في دبي قريب في المال اللي بعده قال لي دا أنا كنت مسافرة أنا لسه مقابل نيلي كريم قريب في مطعم نيلي كريم بص العلاقة اللي بيني وإيه اللي مزعلني من هنيدي إن هم من ضمن العلاقات اللي أنا بعتبرهم من مؤسسين العدل جروب اللاقة بيننا تعدت أنا ونيلي ويسرى سي ومحمد ينيدي والساء أي ناس كتير قوي تعدت علاقة الشغل بقينا يعني أخوة أكثر وأصحاب أصحاب 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 أصحابي دا أنا مجاوز نيلي أنا كنت واكيلة في الفرع فلا يمكن حتى لو ازعلنا وليس فقط مفيتش زعل لما والله العظيمة بقال لغيتني جملة بنا زعلان بقول لي لي جايز علان ملقه فيش وده توقع من الصعفيين بطرون لو زعلان ملقه فيش ما كانت شو في طهرة محمد فراج كدا ونلي بالذات أرتس جدا لدرجة أنها فاتن عمل حربي مصورها في أفيش مفيش حد يرضي يعملو غير نيلي كاري مصورها في الأفيش بضهراء وفي إيدها ولا دعالها دعالها لو الشابة ولا شعرها ولا مش كده أستاذ بيتم معه بكده نيلي ولا يفرق معها عمرها ما فرق معها الشكل مش كده ما تعليش إنها وما قبلتها ولا قلت لها والله ما تكلمنا غير سلمنا على بعضه وكلمنا وشيربنا مش موضوع يعني بس أنا ما أقولش خالزة نزع لنا منه ولا إيه قالت نزع لنا منه بس الناس لعبت على وطر إنها مش معاك وإنها ما جاتش ومش عارب وإنها ما جاتش كمان لعرض الخار وإنها ما نشغلتش في السوشيال أنا واحد من الناس بأرودها تليفون بالعافية هي جهز الناس بتوع السوشيال ميديا بتاع عمل ومعامل ما الله ما أعرف مش متابق إنما اللي أعرفوا إن علاقتي أنا ونيلي كريم أهم بكتير من بس أنا قلت له من السنة اللي فاتت إن أنا مش عامل المساثلات السنة دي غير 15 حالة وطبعا هم نجمات كبار في أي وقت فيهم من الناس كلها تتمنى والمعطات كلها تشغل تمنى يشغلوهم فإذا يعني يشغلوا عشانها مش هتشغل فهي مضت عقد مع منتج تاني ويصروا مثلا السنة لغاية اللعظة دي مش ردها تشتغل بس في تصريح لنلي كريم قريب من كم يوم يعني قالت إن شركات الانتاج ما عندهاش حتة إدارة الممثل ما جادش أجدت قصودني لأن أنا اللي ديرت يا تشغل بعمل غير مع العديد ما أنا ديرت نيلي كريم عشر سنين من اللي كان بديرها من اللي عملها سجن النساء وبعدين تحت السيطرة وبعدين اللعلى سعر وبعدين تحتك 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 لغاية دلوقت لا أنا لا 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 أنا عايز أقول لك موقع مثلا تحت السيطرة ده كتهيئة تعمل واحد الغروب وتحت السيطرة ده أنا عامله شوية ولاد وبنات الشباب صغيرين يعني فاتأجل واحد الغروب للسنة اللي بعدها اللي عملته مننا شلك كمان يعني فأنا صاحب على أن اللي بطلتي توقيت فغيرت النص كله أنا وتامر مواصل عشان تبقى اللي موجودة فيه فبقى مين بدير مين لا بالعكس ده ده جزء من صعوبة المسألة أن أنت ما يبقى معاك بطلة بطلة للشركة كل سنة ما تفكر هقدمها إزاي لما هي طبعا أكيد ممكن يبقى مريح لها بقى أن يبقى فيه شركات كتير هو يتنقم المعروضة عليه وارد وأنا برضو بالنسبة لي بالتبعية بدل ما ببقى طول الوقت بدور أعمل إيه نيلي كريم جاذب عندي دور قال لي أكتر لمونة زك إنما قال ده معنا أنا بشتشغلها وإنما نيلي أكيد هنشتغل أكيد هنشتغل أنا عنديش وإنسانة جايبها فيه فيلمي لها مسلسل ست حالات لمنصة الله أعلم ما سفيش بيني وبينها والله أي عاك بصراحتك اللي أنا متعودة عليها دلوقتي خروج نيلي كريم من عباية العدل جروب تيخي أنا؟ لا خالص أخذي بالك بس نيلي كريم عاملة مسلسل مع MBC قريب وعملة مسلسل مع عبدالله أبو الفتوح قريب يعني شغلت مع ناس كتير مش أنا بس مش أنا بس يا جايز بس في رمضان كنت معايا لما طول السنة بشغل أفلام ومسلسلات لأنا السنين أمرها ما كان في بينه وبينه عقد اعتقار ولا هي ولا غيرها بالعكس أنت ما نقولك معلومة أن هي أو يسرى بنمضي العود بتاعتهم السنة اللي بعدها في الدرايق شهر ثلاثة ده دلاتة أن أنا واثق فيها أو في أسرى أن أنا بناخد ونديه ونقفلوس ويمسيله أنا غير عقد فإزاي أنا اعتقاري ما فيش أي عقد اعتقار خالص وأنا قدرتها للسنين دي وأتمنى أنها تكمل أحسن من ما كانت ما عشر مرات أتمنى لأنها في غلية جزء جوة نيلي كريم كعادل جروبك يا جمال العطل أنا مش عارفة حضرتك يعني على كرسي الاعتراف هتعترف بأي تاني هتعترف باللي أنت عزيزي خلطنا كل حاجة أه قوليلي وانا أعترف عموما بعد الفاصل على كرسي الاعتراف مالك كرسي دي تكرر وتعترف أن مسلسل فاتن أمل حربي هو أجرق عمل في تاريخ شركة العدل في ناس كتير قوي بتقول أن شركة العدل بتحب بتشتغل مع الأستاذ إبراهيم عيسى هل ده بمبدأ خالف تعرف الناس في الحياة نوعين نوع يغلط ويعترف والنوع يكابر ويختلف وعلى كرسي الاعتراف هتقر وتعترف أستاذ جمال نعم تكر وتعترف أن مسلسل فاتن أمل حربي هو أجرق عمل في تاريخ شركة العدل وأكثرهم إصارة للجدل لا مش هو أكتر وعد مسير للجدل هو بس من أكترهم نعم عضية رأي عام برضو عمل غير خانون التحرش وغير زي ما دوائر خانون برضو بتاع الأولاد والرؤية نمر اتنين تحت السيطرة كان جريء جدا عشان بتكلم عن الإدمان الدعاية عملناها في عز حكم الإخوان المسلمين وكان جريء جدا في وقته في عز ما هما كانوا في الحكم وهاجمناهم من الأكثر بنعمل عجلة كتير جدا فيها جراءة وده جزء من رسالة الشركة في ناس كتير قوي بتقول إن شركة العدل بتحب تشتغل مع الأستاذ إبرايم عيسى هل ده بمبدأ خالف تعرف؟ تكر وتعترف إنك ندمان على تصريحك بإنك مش هتشتغل تاني مع خالد النبوي تكر وتعترف إن أصعب لحظة في حياة جمال العدل هي موت سامي العدل أكيد هل يا صاح أن الناس من الجنون التنين خليها تتأتي بأفعال في ممتاز سماجة والسخافة لمجرد إنه هل وصدنا لكده؟ لو كنت مكان محمد فراج كنت حتدافع عن أخت مراتك؟ يعني لغاية فين الغلط فيلم عربي دخلتو سينيما مش إنتاجك بس عجبت جدا اشتركوا في القناة